ستحفظ الجماهير اليمنيت في ذاكرتها تاريخ وما كان الملحمة والأرض التي سهمت وهيأت لها فرص النجاح ليتعبد الطريق لمنتخبها نحو نهائية أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة في نادي قطار اكتملت الفرحة وامتزجت بفوز معنوي أكدت جدية تشكيل المدارب أبراهام ميبراتو لرسم الفرحة والابتسامة على محي عشاقهم في ربوع اليمن سعيد الحمد لله على هذا الفوز هذا الفوز يستعيلها الجمهورة اللي حضر والإدارة اللي تعبت واللعبين الليل هم سنتين على هذا التصفيات والحمد لله هذا تأكيد لأحقيتنا في التأهل أعبر أولا عن شكري لدولة قطر لاستضافتها للمنتخب الوطني وأهني الشعب اليمني بالتأهل التاريخي في أرض قطر الطيبة فشكرا ألف شكرا لهم وشكرا لأبطال اليمن لم تنسي الاحتفالة اليمنيين رد الجميل للجماهير المساندة بأداء مميز وفوز مسحقة سجل أول أهداف اليمن عبد الوسع المطري لعب العروب العماني في الدقيقة الربعة والعشرين وفي لحظة سهو تجهل المدافعون السهمة النبالية ليتلقوا هدف التعادل في أصعب لحظات شرط الأول عبر ناويود شارشيتا قبل الاستراحة بقلي الإصرار والعزمة كان حضرين طيلة أطوار اللقاء أبدع اللاعبون المقيمون في قطر وأبهر المحترفون في البرازيل والأردن وسلطنة عمان قبل الختام عاد المطر لينشر الفرحة ويطلق العنالة للحناجري لتعبر عن كامل فرحتها باللحظة الأسعدي في تاريخ كرة القدم اليمنية حقيقة تاهل هو تاهل لأسعاد أكثر من 27 مليون يمني تاهل قام من الأراضي القطرية نتوجه بالشكر القزير إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على كل ما قدموا المنتخبين من تسهيلات ربما لو نجدها في أي مكان آخر الرياضة عملت ما عاجزت عنه السياسة بينما السياسة فرقت الشعب اليمني المنتخب اليمني وحد كل اليمنيين والتفى الشعب اليمني كله نحو المنتخب الوطني بهذا التأهل الذي يعد الثاني من خلال تاريخ اليمن بشكل عام ولكنه الأول منذ تحقيق الوحدة اليمنية ستعيش الجماهير اليمنية ساعات وليلة طويلة من المراحة لكن المنتخب مطالب بتركيز سريعا على ما يتلو الحد صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم اليمنية والدوحة كانت ببصمة واضحة على الرياضة في اليمن السعيد المترجم الى المترجم الى المترجم الى المشاهدة